بعد غياب تحقيق مطارب الحرك الشعبي عاما كاملا بفعل انسداد سياسي عادت عاصفة الموازنة المتراكمة شعلة الحراك الحكومي والبرلماني في آن معا بما يتعلق بدرورة مناقشتها وإقرار قانونها لكن معضلة جديدة تكمن في ترحيل مناقشتها إلى العام المقبل مع اقتراب العطلة التشريعية في الثامن من الشهر الحالي يعيد المخاوف من تأزوم الملف الاقتصادي في البلاد سيما أن الموازنة تلعب دورا نساسي في إجراءات حفظ المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الخطوات الإصلاحية وأمام الحكومة وقت قياسي إذا أرادت تحقيق ما وعدت به في منهاجها ما عدا ذلك فإن السياسيين يتوقعون رغبة كتل وقوى الانتهاء من ملف الموازنة والتصويت عليه في الربع الأول من العام المقبل ما يعني وجود اتفاق سياسي ألقى بذلالها على التفاهمات تحدد أرقام الموازنة الجديدة وفي الموازنة ذاتها لم تتضح الأرقام الحقيقية التي تضمها إلا أن مراقبين رجحوا ملف الخلاف على نفط الإقليم هو من يحدد مصير الموازنة ويقف عائقا من إخراجها بنسختها الجديدة لعام 2023 ومع وجود توقعات بأن يصل حجم الموازنة إلى نحو 90 مليار دولار فإن الاختبار الذي يوضع على طاولة الحكومة يتمثل بتحقيق وعود المنهج الوزاري المتمثل بإيجاد موازنة تعالج تراكمات فساد ضربت قطاع الخدمات والإعمار والصناعة والصحة وهن مجر وعلى ما يبدو بحسب أوساط سياسيات تتجه الحكومة إلى إضافة ما تبقى من المبلغ الذي خصص لقانون الأمن الغذائي إلى دعم الموازنة التشغيلية لذا فإن غياب الموازنة لأسباب صراعات سياسية سابقة ومع وعود حكومة بأن تحقق مطالب شعبية واسعة فإن أي معضلة جديدة بتمرير قانون الموازنة هي معضلة أكبر للشريان الاقتصادي والمال في البلاد اشتركوا في القناة